يعني طالما جالنا خفقان في القلب لازم نفحص نعرف طبيعة الخفقان إيه ده إيه طبيعة في السيولاجية أو من غير السبب ولا طبيعة مرضية بيه هل هي علاقة بالمجهود؟ ليها علاقة بعدم المجهود؟ ليها علاقة بإيه؟ اللي بيزود ضربات القلب طبيعي أو في صورة طبيعية اللي احنا ما بنخافش منها حاجات معينة احنا بنعملها يومين اللي هو نمط الحياة اليوم اللي هو إيه؟ اللي هو التوتر العصبي الشاي والكافينات والقهوة كتير عدم النوم قلة الميا في الجسم أنا ما شابش ميا كتير ده كله بيعمل التصارع في ضربات القلب العادية يعني ببجرد ما نعمل الحاجات دي أو نتفادها خلاص الدنيا زبط ودي طالعة من بورة القلب الرئيسية فبالتالي مش مرضية قابلة لأن احنا نقدر نعلاجها بسهولة إنما في حاجات سببها مرض زي ضغط في عدد الدم زي الناس اللي عندها سكر زي الناس اللي عندها ضعف في عدد القلب زي الناس اللي عندها الزبحة صدرية أو ديق الشريام التاجي زي الناس اللي عندها تدخم في عدد القلب دول كلهم بيعملوا مشاكل مشاكل في ضربات القلب فأنا بعالج الأسباب عشان أقدر أعالج ضربات القلب في ناس عندها جينات تبقى كهربة قلب مش منتظمة وبتطلع من البطين أو من الأزين وأخطرهم طبعا البطين ضربات البطانية اللي بتسبب بعد كده توقف القلب المفاجئ نعم إيه الفكرة أنا كواحدة عادية مش متخصصة أعرف أميز إزاي إذا كان دي بسبب سترس بسبب إلي تشرب مية أو بسبب مرض ما العرض المصاح يعني إيه يعني أنا حصل لي خفقان كده كده بيجي لي خفقان بيجي لي ضربات قلب السريعة هل أنا مثلا مع ضربات القلب السريعة دي لأ أنا حاسة أن أمغم عليها لأ في حاجة بقى يعني طبعا ضربات القلب السريعة جدا درجة أن أنا بيجي حصل لإغماء لأ عندي ألم في صدري عندي نهاجان شديد لو جا عندي ضربات قلب السريعة وبقدر أتعامل كويس وبأشتغل آه بس حاسس أن أنا أتعبان أو ضربات قلب بتجيلي بالليل بس ما تجريش بالنهار يعني كدهني فيه توطر في حاجة يعني في حاجة مش ما هيش مرضية بس طبعا يفضل أي حد جاله تسارع في ضربات القلب يفحص طبيب القلب مش هنقسر حاجة نعم 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 الناس اللي بيشتغلوا في الرفع الأثقال أو الجمع أو كده يقول لك نعلى بالضربات عشان الحرق يزيد عشان لما في وقت ما ما ندعبش في الوياه ضربات تبتدي إيه تنزل فالجسم بيبتدي يعود بقر القلب إن هي تطلع ضربات القلب أقل من المعدل بتاعها يعني الرياضي ما هوش من 60 ل100 لأ في ناس رضيين ضربات القلب عندها 40 ضربات عن 8 8 لطبيعي بتاعها وده حلو ولا واحد؟ ده كويس لأنه هو محتاج إن ضربات القلب بتاعته تعلى لمية واربعين فلازم تبقى في الأصل وليلة عشان تقدر تعلى للضربات العالية أثناء الرياضة إنما لو واحد عنده ضربات القلب بتاعته مية أصلا هو طبيعي مية مش هيركي رياضة هيركي رياضة إزاي؟ ودهما الرياضة تبدأ بالتدريج تدريج قوي خصوصا الناس اللي عندها عدم انتظام في ممارسة الرياضة أثناء عمرها كله فبالتالي يبدأ الرياضة يبتدي تدريجي رياضة مفيدة جدا جدا لضربات القلب مفيدة لعضلة القلب مفيدة لشارعين القلب مفيدة لتصحية الجسم نفس والله يا دكتور الواحد بيحسن وبيتنفذ أحسن لما بيلعب الرياضة بيحسن الأكسجين داخل كتير سبحان الله دي بأساس مختلف بترتاح لتطلع المواد اندورفين ترقيح الجسم بطريقة طبيعية وبطريقة صحية دورة دموية بتجري أكتر أكيد دي برضو بسبب دربات القلب سرعة دربات القلب وقوة القلب الاثنين بيزيدوا مع الرياضة نعم